بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصلاة والسلام هذه القصة وردت في كتب كثيرة جدا وهي أن صيادا كان يقوم مستيد كل يوم وكان كلما رزق بسمكة يبيعها ويتشتري طعام لأهله وذات مرة استاد السمكة وذهب بها إلى زوجته فبينما هي تفتح باطن السمكة إذا بها لؤلؤة سمينة ذهب بها إلى صديقه وكان تائج بالمجوهرات فقال له هذه الأولؤة غالية جدا لا أستطيع أن أقدر سمنها اذهب إلى التاجر الفلاني فهو رئيسنا وزائمنا وهو يقدر سمنها وعندما ذهب إليه قال لا هذا شيء عظيم جدا هذه لا يقدر سمنها إلى الوالي فذهب إلى حاكم المدينة وهو الذي يعطيك سمنها لأن لا أستطيع أن أقدر لك لها سمن حقيقة عندما وجدها الوالي فرح بها فرحا شديدا وقال هذه التي كنت أبحث عنها وهذه لا أستطيع أن أكافئك بسمنها أبدا ولكنني سوف أدخل كخزائني وفيها كل الخيرات كل ما لزها طيب من المجوهرات ومن اللآل ومن الطعام والشراب والملبسة كل شيء وستبقى بها ست ساعات تختار ما شئت ثم تخرج من هذه الخزانة حقيقة يعني هذا الرجل الصياضي يعني كان رجل بسيط قال ست ساعات كثير يعني يكفي ساعة أو ساعتين وأنا أحمل ما شئت قال له لا تبقى ست ساعات دخل إلى الخزانة وإذا بقاعة مليئة بالذهب والمجوهرات والحلي وأشياء ثمينة جدا وفي قاعة أخرى فيها ما شاء الله من الطعام ما لز وطاب كل أنواع الطعام الشهي والقاعة الثالثة فيها بقى الراحة والأسرة وأماكن للنوم والاسترخاء فماذا قال قال سأأكل حتى أشبع وأستمتع بهذا الطعام الوفير ثم أذهب لكي أنام وبعد ذلك بعد أن أرتاح أذهب إلى هذه المجوهرات وهذا الزهب وهذه أأخذ منها ما شئت الحقيقة أكل وشرب ونام وإبقى وغرق في نوم شديد حتى مرت الست ساعات فإذا بالحرس يأخذوه عنوى وقهرا وقصرا ويخرجوه خارج القزانة ويقول لهم اتركوني اتركوني اأخذ ما شئت من هذه المجوهرات قالوا لا إن الاتفاق أنها ست ساعات فقد وقد مر عليك الزمان الحقيقة هذه قصة تضرب كمثل ليعي الإنسان الحياة الدنيا وأنها زائلة وأن الموت قادم عليه وقادم الحساب تعبير أن هذه الخزانة هي الحياة الدنيا وهذه اللؤلؤة يروحه وهذا المتاع الأكل والشرب والحاجات التي لهته عن ما هو أهم هو متاع الحياة الدنيا وشهواتها وزغروفها أما الجواهر والمجوهرات فهو العمل الصالح فالإنسان ينشغل بمتاع الحياة الدنيا ويقعد لا يتصور أن الموت يأتيه فجأة ويقعد ينشغل بملاز الدنيا ومتاعها وأكلها وشربها وزخرفها وينسى العمل الصالح ويقول ربنا عز وجل عندما يأتي الموت فجأة حتى إذا جاء أحده الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا يقال له كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم أسون فالإنسان ينبغي أن يستثمر كل دقيقة في حياته لأنه محاسب يوم القيامة وينبغي أن يعلم أن الوقت نعمة فإن لم يستغل الوقت ويستثمر الوقت في العمل الصالح وفي تقديم الخير لنفسه ولأبنائه ولأسرته وللآخرين فإنه حتما سوف يخسر خسارة كبيرة وليعلم أن الله سبحانه وتعالى محاسبه يوم القيامة على كل كبيرة وسغيرة فمن يعمل متقال ذرة خير يرى ومن يعمل متقال ذرة شار يرى ويقول سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اشتركوا في القناة